أما قلنا المفرد إذا ضيف يفيد العموم والدليل وأن تعدوا نعمة الله نعمة واحدة ولا نعم كيف عرفنا من قوله إيش ماذا لا تحصوها لو كانت نعمة واحدة ضيف الله نعمة واحدة ممكن يحصيها صح لما قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله مضاف مضاف إليه فقالوا هنا نعمة معناها النعم بدليل قوله لا تحصوها فلما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده يعني عبد واحد ولا عباده لأنه قال عبد وأضافه عبده مضاف مضاف إليه عبده هذه كلمتان ولا كلمة واحدة كلمتان عبد والضمير الهاء فلما أضيف المفرد إلى الضمير الهاء فهذا العموم أليس الله بكاف عبده يعني بكاف عباده جواب بلى